موسيقى كان هذا الحياة بمسابة معجزة أن يتم تطوير مسجد مولانا الإمام الحسين مسجد بهذه الفخامة بهذه الساعة يتم إنجازه في 19 يوما فهذا إن دل فإنما يدل على أن مصر فيها رجال يعملون ليلة نهار لصالح دينهم ولصالح وطنهم بالنسبة طبعا لأعمال التطوير التي تمت داخل مسجد مولانا الإمام الحسين تم تطوير المسجد بالكامل من الداخل تم الحقيقة بناء مصلى للسيدات كان مصلى السيدات الموجود كان مصلى صغير حصل فيه اتساع الآن في مصلى السيدات ودور أرضي ودور علوي يشمل تقريبا أضعاف أضعاف ما كان عليه في السابق مسجد الإمام الحسين فيه رأس الإمام الحسين ومعنى أن فيه رأس الإمام الحسين يعني فيه من دم رسول الله هنا وفيه من لحم رسول الله وفيه من شعل النبي والإمام الحسين أعطي خاصية لم يعطاها أحدا لا قبله ولا بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين كلمة أحب الله من أحب حسين هذه خاصة بالإمام الحسين فرد بها عن جميع ما خلق الله من بني آدم معنى أن يكون المكان متطورا ومتجددا هذا فخرا إيمانيا بأننا نحن نحترم بضعة رسول الله تطوير جوه يعني في الأرضيات الرخام وتشال الحجز اللي هو الحجز موجود بس أقل عن الأول والأمن من شاء الله منظم عملية الدخول من برا الجامع ومساهلين الزيارة مثلا فيه توقتات للرجال وتوقتات للنساء دي تسهل الدنيا أحسن من الأول كان فيه يعني كان الأول الزيارة جزء مخصص للنساء وجزء للرجال لكن دلوقتي كل واحد لي معاد مثلا فدي حاجة كويسة ومشرفة يعني نعمل للناس حفظ على كده التطوير ما شاء الله هو أكبر يعني تحفى معمارية العمرها من سنين طويلة حاجة من أفخم ما يكون ومن أجمل ما يكون وتمنى أنه يا ربنا يديم أعلان لنعمها التطوير عالي أثر معماري جميل يعني حتى في شهر رمضان كان سرعة معمارية في الإنشاء وفي التطور كانت ما شاء الله كلها هيشغلة في وقت واحد وسرعة الإنجاز أن زراعة كانت شغلة وإنشادة معمارية يعني فكانت حياة ما شاء الله وحتى بعد التطوير كان على أكمل وجهة وفتح حتى يعني ما شاء الله يعني كان الإقبال الشديد عليه دون غير من المساجد والله الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين سيدنا الحسيد في حاجة أحلى وأجمل من كده طيب خلونا الأول نرحب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يا أهلا وسهلا منورنا مولانا بارك الله فيكم وبارك في مصر معهد الأنبياء ومتعهد الأولياء الله متعهد الأولياء شفت أنا دلوقتي التقرير بتاع مسجد سيدنا الحسين ويمكن في رمضان عديت عليه مساعدة كده عدينا في الشارع قدامه فشفت التجديدات اللي حصلت الحالة عند سيئة أناك خلصت التجديدات دي في 19 يوم وبعدين لقينا إنه الدولة ماشية بمنتهى القوة في مسألة إعادة البهاء الرائع لمساجد آل البيت وما إلى ذلك طيب ألاقي من ناحية تانية على قد فرحتنا الرائعة دي إنه ناس تروح طلعنا يقولك لأ محدش يصلي في الأضرحة هو إيه محدش يصلي في الأضرحة دي ما طول عمرنا بنروح نصلي وبنتعبد لربنا سبحانه وتعالى وبنبقى مبسوطين وروحنا سعيدة ومستريحة فين الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هدى وبعد فيشرفني بحق ويسعدني بصدق بادئ زيبد أن أتوجه بالثناء الطيب والشكر الجزيل للسيد فخامة الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله دوما اللهم أمين وأيضاً الحكومة الرشيدة على الاهتمام بمساجد سادتنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عنه أولاً حضرتك أستحضر مقولة السيدة زينب رد الله عنها حينما استقبلها المصريون رغم الحكم الأمة وقتها عند العريش وعند قرية العباسة في محافظة الشرقية فلما وجدت الحب الجارفة الذي لا صلة له لا بتسنن ولا تشيع فقالت لأهل مصر نصرتمون نصركم الله وآويتمون آواكم الله وأكرمتمون أكرمكم الله الله أكبر وأبشر بأني يعني لو أعلم الغيب لأتيت بهذا الكتاب معي أنا لي كتاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من السخافة الأزهرية والنبي صلى الله عليه وسلم وآله فحققت يقيناً وجود الرأس الشريف للإمام الحسين في مشهده العامر بالتحقيق اليقيني وليس الظني حلم وحققت يقيناً وجود الجسد الشريف للسيدة زينب عليها أيضاً رضوان الله يا بختنا الكتاب ده إن شاء الله سأهديه لك أهوك هو موجود تحت طلب أي أحد إن شاء الله بإذن الله فحضرتك المقام الشريف والمراقد الشريفة فإنت ذكرت طبعاً مراقد الصحابة في البهنسة أو حييك وفعلاً دول خمسة ألاف صحابة بس أزيد من الشعر بيتاً تفضل يا مولاد فيهم حداشر بدري من بدر من أهل بدر من شاركوا في بدر في بدر حداشر بدري وأنا زرتهم الله أيه في البهنسة وهناك الشجرة التي استظلت تحتها السيدة مريم العزراء الطاهرة البتول أم سيدنا المسيح سيدنا المسيح عليه السلام وهي منصقة سبحان الله لمقابر البهنسة أو الشهداء وأحييك أنك جمعت ما بين ما في التراث المسيحي والتراث الإسلامي من مراقد الصالحين صحيح حضرتك لما نأتي لمشروعية زيارة مراقد الصالحين سواء كانوا من ألا بيت النبي أو كانوا من الصحابة أو كانوا من الأولياء الصالحين هي الزيارة مشروعة أولاً لعدة أدلة قال الله تعالى في صورة الكهف بسم الله الرحمن عن أهل الكهف قال ربنا بيحكي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً فكيف يعني ينكر إنسان اتخاذ على مراقد الصالحين وهذا نص قرآني موجود يبقى لما بانت كرامات أهل الكهف وأنهم ظلوا سلسمائة سنة وبضعة سنوات عشان الاختلاف بين التقويم الشمسي والتقويم القمري وده إعجاز حسابي في القرآن الكريم فالذين رأوا هذه الكرامات قالوا نتخذ على مراقد أهل الكهف في مسجداً ما قالش بنياناً المسجداً مسجن مكان عنادة أيوة مسجداً هذه واحدة شيء الثاني في عصر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رجل اسمه أبو البصير استشهد بس كان ما بين جدة وما بين يثرب المدينة فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنوا على ضريحه العامر مسجد وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا العمل الجليل جميل الشيء الآخر سيدي الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضاً لعنه أرضاً لما ذهب إلى فلسطين وزار القدس ووجد بنايات وفيها قبور مراقب لبعض أنبياء بني إسرائيل وزارهم وزارهم أيوة سيدنا عمر بن الخطاب رضاً لعنه أرضاً تمام هذه أدلة مع إجماع المسلمين على أن مراقب الصالحين مراقب مباركة والتبرك بها جائس لأن الله ذكر التبرك في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق سيدنا مريم طبعاً قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه في مكان عبادة السيدة مريم في بيت المقدس البركة خلصه الله مما هو فيه نعم التماسة لبركة عبادات السيدة مريم عليها السلام هأتي بقى معاك بقى لآل بيتي هرجع له مرة ثانية سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو من هو طبعاً هو في العلم والفطنة على فكرة هو ولد في مصر ولد في حلوان ولد في حلوان سيدنا عمر بن عبد العزيز حفيد سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط فهنا التربية المصرية بقى والفقه المصر هيأثر في سيدنا عمر بن عبد العزيز صح تمام سيدنا عمر بن عبد العزيز سنة 80 في الهجرة وده عصر أواخر الصحابة وأكابر التابعين أمر بضم حجرات أمهات المؤمنين طبعا فيها حجرة السيدة عائشة رضي الله عنه لأنها كانت تضم طبعا القبر النبو الشريف لسيدنا النبي محمد وسلم وقبر الصديق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنا كان موجود فقهاء المدينة السابعة وكان موجود أواخر الصحابة وكان موجود أكابر التابعين وتم بأمر خليف عمر بن عبد العزيز بضم حجرات أمهات المؤمنين وإزالة الحوائط الفاصلة بينها وبين المسجد النبوي ومن سنة 80 من الهجرة إلى الآن أدخلت الحجرات وفيها قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر علي مرهوان الله تمام؟ أنا هنا سأفجر المفاجأة بقى برنامجنا العظيم التاسعة مساء اللي بينكروا زيارة مراقض الصالحين ارتكبوا أكبر تزوير في التراث الإسلامي الأم المتسلفة أكبر تزوير في الفقه الإسلامي عملوا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كره الصلاة في عدة مواطن لنجاستها يعني زي معاطن الإبل لأنه عفوا بقول الإبل عطن شوي قارعة الطريق المزبلة المجزرة ثم ذكر المقبرة ماشي؟ هقول تاني لأن دي خطيرة جدا ودي لأول مرة تقل بهذا الوضوح في الإعلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كره أداء الصلاة للمسلم في عدة مواطن لنجاستها فذكر منها صلى الله عليه وسلم معاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق هو بيكلم عن المقابر العامة ولم يتكلم عن المقابر الخاص جم المتسلفة أدعياء السلف الكذابين عملوا إيه؟ قالوا لا ده المقابر هنا يعني مراقد الأنبياء ومراقد الصالحين ده التزوير وطبعا مع البترول ومع الفكر الوهابي لو أن بلد المنشأ بتتطهر منه خدت بالك طبعا ابتدوا زوروا على المسلمين من عهد ابن تيمية بعد وفاة نواع صلى الله عليه وسلم بسبعمائة سنة تم ارتكاب أكبر تزوير في الأحكام الشرعية الفقهية أنهم نائلوا الحكم الصلاة في المقابر العامة واجعلوها على المقابر الخاصة لأمور سياسية أمور سياسية أقول لك بصراحة كراهية الأمويين والعباسيين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزويراً على أداء الصلاة في مساجد آل بيت النبي والصحابة والأولياء وأنا هنا أسأل سؤال يبقى إذن أنا لما أسأل مسلم بقى من 1500 سنة حكم الصلاة في مسجد النبي محمد نفسه إيه؟ الخليل إبراهيم في مدينة الخليل في فلسطين المحتلة بناء على الفتوى السلفية الخاطئة يبقى كل المسلمين اللي بيزوروا مسجد سيدنا إبراهيم الخليل دعا فيك ده فيش بقى واحد ده فيه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا صرة وحوالي من 85 من زرية سيدنا إبراهيم مدفونين في المسجد بس هم على عمق شوية في المغارة التي اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل لتكون مدفنة له ولزوجته صرة ولزوجته إسا نجيب لك الأدلة تعا بقى القدس الأخداث بالنسبة لي نحنا كمسلمين إيه بقى قدس الأخداث طبعا بداهتا المكة طبعا المسجد الحرام طيب إبراك بقى أن المسجد الحرام تحت حجر إسماعيل في ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل لأ اشرح لي ولكن هستأذن لازم نروح للفاصل وتشرح لي الحتة دي غاملتها التفصيل والتدقيق لأنها شددت الخطورة فاصل ونكمل الكلام واحدة من أقوى اللقاءات يعني الموزيع المتوضع عملها مع مولانا الدكتور أحمد كريمة بتاعت النهاردة حقيقي يعني عارف أنت بتعبيرات السوشيال ميديو يقولك الحلقة النارية هي دي خلنا أنه جدت رحيب مرة تانية مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر قلتلي على المسجد الحرام نعم تاني بقى المسجد الحرام احنا ذكرنا من المسجد النبو من أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز سنة 80 هجرية أواخر عهد الصحابة وأوائل كبار التابعين وجود فقهاء المدينة السبعة وفقه سيدنا عمر بن عبد العزيز على ضم حجرات أمهات المؤمنين بما فيهم حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وفيها طبعا قبر حضرة النبي وقبر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر نسأل الله الصلاة على النبي والسلام والبركات والرضا عن صاحبيه وضجاعيه سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر عليهما رضوان الله قلنا المسجد سيد إبراهيم الخليل في فلسطين قلت لك في أبو الأنبياء وزريته في المغارة في مسجد سيدنا إبراهيم الخليل في فلسطين وخمسة وتمانين من من زريته طبعا نابلس في فلسطين محتلة في مسجد سيدنا يوسف على رواية أنه خرج من مصر ورح دفن هناك إلى آخره ما تيجل نرضى حضرتك بقى المسجد الحرام قدس الأقدس طبعا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا على أن سيدنا إسماعيل وأمه ستنا هاجر مدفنين في حجر إسماعيل يعني شوف إله عزيح علامة يوه الأوس ما هو ده بقى كان ساوي إيه أن الخرج لما جد على عهد النبي محمد وآسلم قبل إقرأ تجدد المسجد الكعبة الكعبة النفقة هما كانوا اتفقهم على ألا يدخلوا في الكعبة لا ربة ولا غش ولا أطع طريق فقصرت بهم النفقة على الجزء ده قالوا بس نبني الجزء ده والجزء التاني اللي هو حجر إسماعيل الآن خلوه وزاك حجر إسماعيل جزء من الكعبة أصلا فلا يجوز الطواف منه يعني داخله لو على حرف اليو حواليه ده أصلا جزء من الكعبة لما تصلوا جواك أنك صلت داخل الكعبة إنه أصلا جزء من الكعبة فقراش لما قصرت بها من نفقة وهو ربنا اللي أراد عارف ليه لأنك ده لازم عمل عمرة تاني صلا ما صلتش في حجر إسماعيل لأ تصلي في حجر إسماعيل لأ ان شاء الله جاية شوف يا سيدي فهنا سبحان الله في حجر إسماعيل موجود ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل اللي يجي انكر هقول له طيب سؤال وما طيب ندرش انكروا الوهابية المتسالفة دول أنا أسأله سؤال طيب فين قبر سيدنا إسماعيل وفين قبر ستنا هاجر خارج المسجد الحراب ماش هيجاوب هم في المسجد الحراب بإجمع جميع المفسرين والمحدثين والمؤرخين سلفا عن خلف وخلف عن سلف موجودين في يبقى إذن بناء على الفكر السلف الوهابي اللي يقول لك ممنوع زيارة المساجد اللي فيها الأضرحة والسلفة وانا ها أورد لك بلغتي على الشبهة بتاعته يبقى هم بعضين يبطلوا الصلاة والتواف في المسجد الحرام والمسجد النبي والمحمدي ومسجد سيد إبراهيم الخليل أنا بذكر بس المعالم الثلاثة طيبا ما أقتل العراق طيب ما هو الصحابة رضي الله عنه مارضم إيه الصحابة طيب ما هم اللي بانوا مسجد الشهيد الحق والثائر الصدقي سيدنا الإمام الحسين في كربلاء هل تصرف الصحابة كان خطأ طيب لما سيدنا علي بن أبي طالب استشهد في العراق مهدوف على مسمع ومرأة من الصحابة وأقيم له المشهد اللي موجود إلى الآن إلى هذه اللحظة معايا حضرتك يعني المشاهد اللي في العراق المشاهد اللي في الشام تمام اللي قلت رجم فالفلسطين المحتلة المشاهد اللي في مصر المحروصة المعمورة اللي هي كانت أنا أقول لك يا متعهد الأولياء مش كلام إنشائي يا سيد الكريم من اسكندريا وانت جاي الغاية ما توصل أسوان ما من محافظة إلا فيها أولياء لأن الأولياء اللي جون من العراق واللي جون من المغرب واللي جون من الحجاز واللي جون من اليمن كانت وجهاتهم مصر سيد أبي الحسن الشازلي في محافظ البحر لحظة تعالى بقى القوس تعالى الإنى تعالى السهاج أنا مش عادي بسي موال كبير تعالى للمينيا تعالى للجيزة تعالى المصر الأديمة تعالى الطنط تعالى للسوق تعالى للقاهرة تعالى للمينوفية عشان الشواء ده لا تخلوا محافظة في مصر المحروصة العامرة إلا فيها ضريح ومراقب لأولياء الله الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم فدي حضرتك النهاردة أدلة قاطعة وحاسمة وجزمة هقولك بقى الشبهة بتاعي الوهابية إيه لأمور سياسية ما لهمش نوع بالدين أقولك أصلي فيه حديث في البخاري لعن الله هو بذكروا أهل الكتاب طبعا مش كلهم بعضهم اتخذوا خبورة أمبيائهم مساجد أقوله طب بس يفهم الحديث الأول ما يرددوش كربة بغاء لما نقول اتخذوا خبورة أمبيائهم مساجد هل يعني المساجد اللي هي الإسلامية المضبط على الوضوء والمنبر والمحراب لا ده هنا مساجد يا سيدي في جرامر أو قواعد اللغة العربية ده اسم مكان ساجد لما جيب اسم المكان منه على وزن مفعل يبقى مسجد زي طعمة يبقى مطعم زي لعبة يبقى ملعب فكان بعض أهل الكتاب مش كلهم لأن سيدنا المسيح رفع إلى السماء أو قام إلى السماء في العقيدة المسيحية فهو ما لهش قبر في الأرض في عقيداتنا الإسلامية فالمهم فسيدنا هنا الحديث اللي هم بقولوا إيه لعنى الله كذا من أهل الكتاب اتخذوا خبور أنبيائهم مساجد قال لهم هي مساجد المساجد بتاعتنا احنا يعني دي اللي هي عشان بقى شوفوا التزوير الوهابي المتسلف أقول لك لا أصلا مساجد هنا يعني أضرحة مدفونة أو موجودة داخل المساجد أقول له كذبت على الله وعلى الرسول يا أيها المتسلف المدعي المزور ليه لأن هنا حضرتك المساجد يعني بعض أنبياء بني إسرائيل اتخذوا خبور أنبيائهم موضع سجود للقبور موضع سجود للإيه للقبور هذا ليس موجودا عندنا في الإسلام لم يثبت في تاريخ الإسلام أني ولا مسلم سجد حتى القبر النبي محمد نفسه لم يثبت ولن يكون اليوم القيامة ولم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحدا من المسلمين أنه يعني عفوا اعتقد أن المدفون في الضريح سواء كان من سادة أهل البيت عليهم رضوان الله سواء كان من الصحابة عليهم رضوان الله سواء كان من الأولياء رضي الله عنهم ما أحد اعتقد أن بيدهم النفع وضر من دون الله ما حصلش إن احنا عندنا الآية واضحة في سورة يونس وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا يَكَشِفْهَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ ولها مثيل أيضا في سورة الأنعام فلكن حضرتك أنا قلت لك التزوير المتسلف نائلوا حديث النهي عن مواطن النجاسة ومنها المقابر العامة رحهم دخلينها كذبا على المقابر الخاصة وده تزوير مفروض أنا بقول لك الأظهر ينتبه إليه الأوقاف تنتبه إليه دار الإفتاء المصريات ينتبه إليه والحمد لله إحنا عارفين الحقائق في هذا ثم أشير إليك وإلى متابعينا بأمر آخر منذ تشرف الديار المصري باستقبال السيدة زينب عليه رضوان الله والسيدة نفيسة عليه رضوان الله وبقى أنت عارف بقى أوصف لك أو أقول لك في المؤطم وفي المقابر اللي فيها كبار أنا بيت رسول الله العلماء على شتى التخصصات يظهرون هذه المراقد الشريفة منذ مئات السنين دون نكير من العلماء دون نكير من العلماء يبقى ده إجماع الأمة إنما دولت لما جم شزوا قلت لك يا لأمور سياسية لأن بعض الأنزمة السياسية لا داع لذكرها يعني كأنها ما فيش قرابة بالنسبة لبيت النبي محمد فعلشان هروبا من مسألة الخلافة عند السنة والإمامة عند الشيعة فحبوا يكرهوا الناس فقال البيت والأولياء والصحابة ورحهم قالوا خلاص ما نزورش هذه الأماكن لكن هذه الأماكن سيدي مباركة الصلاة فيها مشروعة وجائزة نقلنا ذلك كابر عن كابر يعني علماء الأزر الشريف والأزر زي ما أنت عارف هو المعبر الوحيد عن صحيح الإسلام صحيح بفضل من الله عز وجل وإحنا أنا يعني ما كنت على أعتاب الشباب كنت أحب أسمع زيارة السيد الرئيس جمال عبد الناصر لمسجد الإمام الحسين كان يحرص على فكرة الرئيس عبد الناصر كان من محبي مسجد سيدنا الحسين جدا كان يحب زيما سيد الرئيس عفتاح السيسي دخل حجرة الأثار النبوية المباركة في أرض مصر برضو الرئيس جمال عبد الناصر كان يحب وأيضا لا أنكر أيضا الرئيس محمد أنور السادات وأيضا الرئيس محمد حسن بار الحقيقة كلهم كانوا يحبون صلاة العيد بالذات في مسجد الإمام الحسين إنما الجمعة الأخيرة اليتيمة من شهر رمضان لا كانت بتؤدى في الجامعة الأزهر كانت بتؤدى فين؟ في الجامعة الأزهر فمصر مساجد منذ مئات السنين منذ 1500 سنة بتحتضن مراخد الصالحين وهي الزيارة لها مشروعة لأن أنا هسأل سؤال كده يعني مبسط لما أجي النهاردة للمتسلفة اللي بيمنع الزيارة عاز أقول له أليس الزيارة موت المسلمين جائزة يعني أنت تروح تزور قبر عمتك و أمك و خالتك و جدتك دي لا نكير عليها تيجي النهاردة لمراخد الصالحين تتحفظ زي إيه؟ زي النهاردة وما بيكرهوا زيارة قبر ستنا أمينة بنت وهب عليها رضوانه الله في الأبواء في الحجاز دي خطورة ده زي كان الرسول نفسه اللي هو ابنها ابنها والحديث في البخاري مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الأبواء بقبر فالسازم أصحابه رح فقال الروي إيه؟ فناجى القبر طويلا ناجى القبر ثم أصلحه بيدي يعني زي كان فيه صخرة مخلوعة عطوبة حاجة من كده ثم بكى وأبكى من حوله ثم قال لأصحابي ده النبي محمد يا وهبي يا متسلفة يا أجهل ما نسم إلى المسلمين النبي محمد نفسه سيبكي عند قبر أمه وبعدين أم لما بكى فالرسول يقول لهم إيه؟ صلى الله عليه وسلم إن سأزمت ربي أن أزور قبر أمي فأزن ليه؟ الله خلي بالك هقول كلمة خطيرة محدش يقدر يجرؤي إنما أنا هقولها المتسلفة جدا هيخطأه ربنا إن اللي أزن للنبي يزور قبر أمه الله والمتسلفة هيخطأه النبي نفسه وفعله هيخطأه قوله وفعله ده ازد رأل الإسلام أنا أطالب بمحاكمة علنية عاجلة للمتسلفة الوهبية وإغلاق جميع مؤساتهم في مصر وتطهير مصر عن الفكر السلفي وأنا مش عايز أفتح ملفات حدث الإرهاب الأخير أفكاره السلفية مقتل الخمة السكندرية أفكاره السلفية لاعتداء على حديقة أنتونيوس وهدم التمثال منذ ساعات أفكاره السلفية كرسة أنا بكلم واضح لأنه بحب بلدي وبحب ديني وبحب أظهري تلات حاجات صناع القرار منتظرين إيه منتظر إيه المهمة مش هطول فيهم فلما نيجي النهاردة ربنا يبارك فيك حاضر أنا سأراعي الوقت فلما يجي النهاردة الله يبارك فيك ليه مسألة زيارة قبر النبي لأمه زيارة قبر النبي لأمه هيجي بقى أقول لك إيه واستأذنت ربي أن أستغفر لا فلم يأذن ليه أيوة صح لأنه أمه مش هفوتوش النبي محمد دا ماتت وعملوا ست سنين فلو فتح هذا الباب هيجوله من حصل يعني هيجوله الزرية اللي أبائهم حصلوا النبي محمد وهو رسول طيب إيش معنا أنت بقى استغفرت لأمك ويا ماتت قبل ما تكون نبي طيب ما تستغفر بقى الأبائنا وأمهتنا هيحصل خلل في العقيدة فالرسول قال لي لنهل من أهل الفترة وزاك هم حتى بقلة أدب السلفية إما بيحكمه على والدين نبي بالكفر شوف قلة الأدب شوف السفاهة وصلت إلى إيه مع إني خلي بالك عندي أيتين في القرآن محكمتين الآية 15 في سرطة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله الآية 17 في سرطة الشعراء وتقلبك في الساجدين بما فيهم أبي سيدنا عبد الله وأم ستنا آمين عليهم السلام ده أنا أعجبني سيدي الشيخ أحمد حاصل بخير وزيره أخاف السامة يا الله هو من هو طبعا كان مع الزباط الأحراء صحيح ليه كتاب اسمه علي إمام الأئمة سيبك إحنا لا أجنعه لا بتتسنن ولا بتشيع في الأزهر طبعا نعدينا تنوع مزهدي عارف الشيخ أحمد حاصل بخوري قال إيه والذي أراه أن أبا طالب كمؤمن آل فرعود آمن بقلبه وأخف الإسلام حماية للدعوة طب ليه سيدي أحمد حاصل بخوري قلت الكلام ده ليه قال لإني ربنا حكى لنا في القرآن عن سيدنا إبراهيم وجنبني وبني أن نعبود الأصنام فلا يدخل في نسب النبي مشرك ولا يدخل في نسب النبي وسني شوف الفهم شوف فقل البقوري وعقل البقوري وتفكير البقوري وفلسفة البقوري كان مع مين ساعة سيدنا الشيخ محمود شلطوت الشيخ الأزهر الله يرحمه ده فيا سيد الكريم العناية والأمر الرئاسي اللي بنفخر به في عهد السيدة الرئيسة عفتاح السيسي حفظه الله ونحن استفاف وطني وراه ومن حوله لما يصدر أمر رئاسي بالعناية بمساجد آل بيت النبي صلى الله أنا بس سأو ناشده أقوله طيب بس في مناطق في مصر عايزة سيحة دينية قرية العزيزة أنا من العيات محافظة الجيسة لما قلوا النهاردة قرية العزيزة في فركز البدرشين ما فيها قصور زليخ وفوتفار وما زالت موجودة على قمة الجبل مهملة لماذا لا تمتد يد العمران عزيزي نعتني به لأسر سيدنا يوسف ابن يعقوب عليه السلام طبعا أنت تفضلت بي أمري طبعا البهنسة دي بقع مصر بدون نزاع السيدة حرية الحمد لله موجودة في مدينة بنسوف من قريش موجودة طيب لسه بقى حضرتك وفعلا زي أنت أشارت إشارة أحييك عليها أستاذ يوسف ربنا يبارك فيك لما أشارت إلى مصار العائلة المقدسة تلت سنين واربعة شهر إن كان ليه عمر هجب لك الخريطة وأنا ليه مقال عن مصار العائلة المقدسة ورجحت الرأي الراجح بأنه هم جون مصر طبعا ستين مريم العزراء عليه السلام سيدنا المساء عليه السلام وسيدنا يوسف النجر عليه السلام وبرك مصر من صعيدها إلى الدلتة ومن سيناء إلى عمق الصحراء الغربية ثلاث سنين واربعة شهر حلت البركة والبركة اللي جات والله هو قال مبارك شعبي مصر ما قال هالسيدنا المسيح من فراغ ما قال هاش من فراغ لما قال مبارك شعبي مصر فحضرتك هنقول بقى إيه سيدنا المسيح شارب مني لمصر وستين مريم شربت مني لمصر والله لن تمنع قطرة ماء عنك يا مصر لأن الأنبياء شربوا منها اللي هذكر منهم سيدنا إدريس إخنوخ وأذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذكر سيدنا يعقوب عليه السلام وأذكر سيدنا يوسف والأصباط اللي في الأباجية هنا في القاهرة محدش بيهتم بيه فأنا أرجو أن إن شاء الله وزارة الأسر المصرية مع وزارة الثقافة مع علماء برضا يعني معلش هنبه للدولة المباركة أقول لهم الحمد لله عندنا قسم التاريخ الإسلامي فيه في كلية اللقاء العربية جامعة الأزهر وفي كلية الأصار في جامعة القاهرة قسم إسلامي هيدوكم الخريطة اللي هي برضو مش منشورة للناس على مراقض الصالحين على المزارات حطعت المزارات مليون خط بس لو فتحت سياحة دينية لن تقل عن السياحة للأصار لمصر القديمة اللي هي الفراعنة دول جزء من التاريخ المصر القديم فباقي وبرضو بصعح مفهوم يعني الناس المتصورين أن المصر القديم هي الفراعنة بس لا كان فيه قبل الفراعنة وأثناء الفراعنة وبعد الفراعنة هنقول الحضارة المصرية القديمة وطبعا الفراعنة سيبك من الشاز اللي هو كان حاكم مصري الفراعنة ينسيدنا موسى دا كان واحد ما هيبقى هالحتة دي طول الوقت شغلة بالي لسبب يمكن نخليها حتى نتكلم فيها الأسبوع الجاي إذا أمكن يعني لأنه مثل معنا كده الحلقة خلصة هو ينفع نقول فراعنة ولا نقول المصريين القدماء دا مصري القدماء لأنه في القرآن الكريم ربنا في كلمة فرعون ما قالش الفرعون وبالتالي دا مش معناها إنه الملك أو الحاكم فأنا في ظني المتواضع وبقدرتي المتواضع جدا فرعون دا اسمي بني آدم ايه هو اسمه فرعون وشكاة دايما أنا بنسيبه إنه أكيد كان من الهكسوس ما هوش من مصري القدماء يعني لأنه كان في الفترة دي فترة فيها حكم الهكسوس لا دا بتاع سيدنا يوسف ايه بالزبط كده لا سيدنا يوسف دي كانت وزاك قال الملك كان فيها حكم الهكسوس حلو أول وزاك قال الملك وإنما فرعون الفرعون اللي هو فرعون موسى اه اه خلي بالله أنا بظلم أنه حصل امتداد لأنه الهكسوس كان بحكمه قام سيدنا يوسف عليه السلام وفضلوا من ساعتها بقى ابنوا إسرائيل أبناء سيدنا يعقوب قاعدين في مصر أنا أظن يعني هنا بقى يحققنا الأثريين والتاريخيين والعلماء إنه الفترة دي بالكامل وحتى وجود سيدنا موسى كانت فترة حكمه اظن ذلك علشان غير معرف بالألف واللام فهو اسمه علم وإن كان بس نعم كان أختلف معاك فالكن على كل حال هو كان فرعون واحد مش كل الفرع مش كلهم لا يعني عندك إخنتون موحد أتون يعني شمس خدت بالك طيب ما هو الرجل كتب في التوحيد طبعا موحد الكتب في التوحيد وبعدين عقيدة البعث والجزاء عند قدماء المصريين موجودة فإذن مصر بمزاراتها الإسلامية والمسيحية مصر بأزهرها الشريف وكنائسها مصر بالأولياء بالصحابة بقال البيت مزارات إسلامية ومسيحية تحتاج إلى التفعيل بإذن الله شكرا للدولة المصرية على عنايتها بمراقض الصالحين وأنا بكرر وأكد في السطر الأخير في الحلقة المباركة معك زيارة والصلاة والاعتكاف والخطبة في مساجد مراقض الصالحين المعبر عنها بالأضرحة مشروعة 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 ولا تلتفت لكلام الخوارج من المتسلفة والحد كده يبقى الختام مسك يا مولانا نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة ربنا يا رب يحفظ أرضنا أرض البركة أرض الخير أرض السلام الأرض اللي حفظت على كل الرسالات وكل الصالحين وكل الأنبياء وكل من تبعهم خلصة الحلقة ولكن لنا العمر نقابلكم بإذن الله بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة